اهلا بكم الجديد في تيتاك النهاردة هنشرح البروسيسر بتاعة انتل المعالجات بكلها بتاعة انتل طبعا مش كل واحد لوحده بس ازاي نفهم الاسامي ازاي نعرف ازا كان المادر بورد دي بتساقورت البروسيسر دا ولأ وخلوني نبتدي من احنا هنعرض صورة هنا هي دي اللي هنشرح منها كل حاجة هنحطها دوقتي على الشاشة وهنبتدي نعرض عندنا طبعا مكتوب في اول واحدة فوق الجنريشن والسوكت بعد كده اسامي بعد كده اي ناين ليه بقى الكلام ده مكتوب انا هقولك الجنريشن ده الجيل بتاع البروسيسر نفسه والسوكت ده المكان مش بيقى فيه مكان مربع بتحط فيه البروسيسر ده السوكت اللي هو المكان اللي بيتركب فيه البروسيسر ودول بعد كده اللي والحاجات دي ده اسامي الجيل ده بمعنى اصح وبعد كده الاي ناين ده امتى الاي ناين طلع لان ده يبقى ليه علاقاء بالارقام بتاعة البروسيسر نفسه فهنبتدي بالاول حاجة الفورتين جن اللي الاربعتاشر تلاتاشر اتناشر الالجي ايه الف وسبعمائة الالجي ايه الف وسبعمائة ده مكان السوكت زي ما اتفقنا وده معناها ان انت لو عندك من اول الجيل اتناشر لحد جيل الاربعتاشر الموتربورد تقريبا هتشتغل بس هتحتاج تقريبا بايوس اوب ديت او حاجة زي كده عندك الجيل العاشر والجيل الاحداشر الجي ايه الف ومتين فده معناها ان برضو السوكت نفسه المكان اللي بتحط في البروسيسر دول يشتغلوا مع بعض هتحتاج غالبا برضو اوب ديت للبايوس التسعة تمانية سبعة ستة السابع كان فيه اه مشترك ما بين الكيبي لايك والسكاي لايك ودول مادربوردز مختلفة وبتاع فقصة كده حزينة فعشان كده انا عامله هايلايت بالاحمر عشان نعرف ان هنا في حاجة طبعا الباقي دول السادس والخامس والرابع والتالت والتاني فدول كل دول اجيال وكل دول اسمهم لو انت عايز تعرف الاسم بتاعها طبعا وفي الاخر عندك الاي ناين ليه بقى هنحط الاي ناين والكلام ده وليه انا عامل جايب وراء وهشرح بكل بساطة هنقول ان انت عايز تجيب اي ناين اي ناين ده لو هنقول في الجيل مثلا الاربعتاشر اربعتاشر يقب احنا هنقول الف ربعمية تسعمية كده بقى اي ناين طيب عايزين اي سابن اي سابن هيبقى اربعتاشر سبعة زيرو زيرو عايز اي فايف الاي فايف شوية هيبقى مثلا نقول اربعتاشر برضو لان اربعتاشر ده الجن اللي هو الجيل فانت الجيل ده اول رقمين اربعتاشر هتلاقي الاي سابن زي ما اتفقنا اخره سبعة مية الاي ناين اخره تسعمية طيب الاي فايف هتلاقيه من ستة وخمسة واربعة دول كده يبقى ستمية هتلاقي عندك الاي ثري ده هتلاقيه اربعتاشر برضو هتلاقيه تلاتة اتنين واحد زيرو 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 طبعا هتلاقيه هنا عندك في الكي وعندك الكي اس وعندك الاف الكي ده بتعمله اوفر كلوك كسر سرعة الكي اس ده معمول له اوفر كلوك من انتل نفسها وده مفهول بيبقى اقوى بروفورمانس بيبقى اغلى واحد الاف ده يعني من الاخر مفهوش جي بيو مفهوش كارت الشاشة جواه فانت لو هتجيب حاجة اخرها اف هيبقى لازم تجيب كارت الشاشة خارجي طيب حلو قوي نبتدي نوصل لحاجة تانية بقى مهمة احنا كده اتكلمنا عن ارقام الكي والكي اس والاف نفس الكلام ده هتلاقيه برضو في الاجيال القديمة عندك نفس الكلام في الجيل التاني والتالت والرابع هتلاقي برضو نفس الارقام دي بس الارقام دي هي هنا 14 وهنا 700 قبل الجيل العاشر انا اسف قبل الجيل الثامن زي ما شوفه هتلاقيه في الليستة هنا التمانية مفهوش مفهوش اي ناين فساعتها الارقام دي شوية هتبقى مختلفة طبعا تقدر تبصه وتشوف الجيل بتاعك انهي جيل والكلام ده كله وتعرف يعني هو كام كور او الحاجات دي كلها بس هو السابعة هيبى 700 التسعة هيبى 900 وزي ما اتفقنا دول 3 ودول 3 الفكرة بقى ان انت ازاي تعرف اساسا انت جيل الكام الجيل التاني هنا مثلا هتلاقي الرقم اوله 2120 يبدأ الجيل التاني جن 2 لان هو اوله 2000 و120 ده يعني i3 على طول لان هو اوله واحد زي ما اتفقنا واحد اتنين تلاتة ده i3 طيب لو الجيل التالت ثلاث تلاف سبعمية وخم آآ ثلاث تلاف سبعمية كي يبدأ السابعة يبدأ i7 على طول ما فيهاش كلام وده جيل التالت طب اربعة هنقول اربعة خمسمية كي يبدأ i5 الجيل الرابع عشان ده اوله ربعة و i5 لانه هو خمسمية وكي ده معناها ان هو يتعامل له فزي ما اتفقنا انت من اول هتبتدي من اول لعشرة انت تسعة هيبه واحد اتنين تلاتة هيبه اربع ارقام هتيجي في العشرة لان هو زود الجيل بقى عشرة فهتلاقي هنا واحد اتنين تلاتة والتلاتة دول اللي بيحددوا ال i5 ولا ال i7 ولا ال i3 وبرضو اللي هنا الرقم ال k او الحاجات ده ده بيحددوا ال o c او ال overclock طبعا والعاشر ده الجيل بتاعها فانت كل ما هتعلم بالرقم ده كل ما معناها ان انت بتروح يعني من الاخر الرقم هيزيد هتقبق ايه هتروح لل i7 وال i9 الرقم هيقل بتروح لل i5 وال i3 بس ده ملخص سريع ازاي تعرف البروسيسر بتاعك اه انهي جيل وكمان انهي مادر بورد اللي تمشي عليه طبعا كل مادر بورد من الارقام المكتوبة دي ال lga غالبا هيشتغله مع بعض بس لازم برضو تراجع كل بروسيسر هل هيشتغل فعلا لا لان فيه ساعات هو بيقبى نفس السوكت بس ما بيشتغلش طبعا هيبقى فيه فيديو تاني عن البروسيسر ال amd ال amd اسهل شوية من اللغبطة دي اه واسهل شوية بكتير بصراحة بس برضو هنعمله عشان لو حد عايز يعرف اه طبعا الصورة دي اه هتبقى موجودة هنا متقدر تاخد سكرينشوت وتخليها عندك او لو حد عايزها ممكن ابعتها له في الجروب بتاعة الفيسبوك في جروب عندنا على الفيسبوك اه اسمها برضو تيتك هقدر احطها هناك لو انتم عايزينها واشوفكم في فيديو جديد من تيتك